كمان من ضمن عقوبات لجنة الانضباط أيضاً في الكاف تخفيف عدد المتفرجين في ملعب محمد الخامس والله العظيم ما أنا اللي قاية للكلام ده مش أنا لكن الكلام ده حضراتكم موجود على الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي البيان اللي أنا طلعته في أول الحلقة السبب واضح وباعتراف الكاف مش باعتراف أنا ولا باعتراف جمهور الأهلي اللي عمل مليونيات خلال الفترة الأخيرة على تويتر وعلى سوشال ميديا عشان يقول للناس عشان يقول للناس ستوب فيفا كورابش فمش أنا اللي بقول ولو حد شاف المنظر ده في أي حتة في العالم هيقول إيه اللي حضراتكم شايفينه ولكن استمراراً بقى للمسلسل الهازلي للاتحاد الأفريقي بيؤكد إقامة المباراة النهائية على ملعب محمد الخامس ده بقى بإيه بقرار من المكتب التنفيذي للكاف اللي متمسك بشكل غريب ومريب رغم كل تلك العقوبات اللي أنا قلتها لحضرتك إن المباراة حتقامة على ملعب محمد الخامس أنا برضو بمناسبة المكتب التنفيذي لما قلت يا جماعة ما فيش حاجة يسمعه تصويت وإن المكتب التنفيذي هو اللي بياخد القرار بالملعب البعض أحاول إن هو يهاجئ أنا على فكرة بستمع ولو عندي حاجة غلط بطلع أقول إن أنا غلطت وإن أنا بعتذر لكن أنا هارف المصادر بتاعتنا في الاتحاد الأفريقي بتبقى قوية جدا جدا وعمرنا ما بنطلع نقول حاجة غير لما بيبقى عندنا تأكيد منها سواء شفناه بعينينا أو شيء آخر أو مستند فكل القرارات اللي بيتم اتخاذها أو اللي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة كانت من المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأفريقي أو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي يخليك وإنت قاعد كده تقول يا جماعة ليه الفيلم كده ليه الموضوع بيكبر كده دي قرارات الكاف من لجنة الانضباط بعقوبات على مراكب محمد الخامس أو ملعب محمد الخامس اسلام اللي امتلحها لا لا جمهور الاهلي اللي امتلحها لا لجنة الانضباط في الكاف هي اللي امتلعها لجنة الانضباط في الكاف هي اللي امتلع هذه العقوبات وليس جمهور الاهلي ولا قناة الأهلي ولا مجلس إدارة الأهلي ولا أي حد تاني حقيقة حاجة مثيرة للجدل كأن النادي الأهلي بيتحارب عشان هو زعيم القرى الأفريقية لما أجد أقول كده زعيم القرى الأفريقية بعرقه وبمجهوده وسيظل كذلك بالعرق وبالمجهود يظل النادي الأهلي هو زعيم القرى الأفريقية العرق الحقيقي مش العرق اللي بالحركات ولكن العرق الحقيقي عندنا هنا في النادي الأهلي هو ده اللي بيحصل وفي ظل كل الظلم اللي بيتعرض له النادي الأهلي ده كلنا كجمهور عندنا ثقة في لعبتنا وفي جهازنا فني بالمناسبة كل الكلام اللي أنا عمال أقوله ده ده رأيي ما ليس له أي علاقة بما يحدث من الإدارة عشان تبقوا حضراتكم عارفين الإدارة لما تبقى عندها حاجة هيطلع بيان رسمي وحيبقى عندنا على الهوى زي ما حضراتكم متعودين مننا دايما ولكن الكلام اللي أنا بقوله ده كمشجع أهلاوي رأي واحد مشجع أهلاوي بيمثل صوت جمهور النادي الأهلي وبالتالي بيطلع يقوله وكإعلامي فبحاول أن أنا أعلق على الأحداث فكل اللي أنا بقوله لحضراتكم ده هل ممكن يصدر بيان من النادي؟ ممكن جد إيه اللي حصل النهاردة حنشوف إيه اللي حيحصل إيه اللي ممكن يحصل من النادي الأهلي؟ ما حتش عارف لأن زي ما بقول لحضراتك إن في ظل كل هذه الأحداث اللي بتحصل وفي ظل إن النادي الأهلي بيحارف في كل الجبهات الفريق مالوش علاقة الجهاز الفني مالوش علاقة جهاز الإداري لكرة القدم مالوش علاقة الأمور ماشية بشكل جيد الحمد لله التمرين حنتكلم دلوقتي وحنقول وحنوري حضراتكم كل حاجة وبيتسو بوسماني حيختار الناس اللي حتسافر بعد المباراتين القدمتين وحنشوف الدنيا ماشية إزاي